اشتركوا في القناة حول قضايا العمل العربي المشترك ومناقشة مستجدات الأوضاع في العالم العربي وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ثقته في اطلاع الرئاسة الجديدة للبرلمان العربي بمسؤولياتها خاصة في الضوء الظروف التي تمر بها المنطقة مشيدا بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي للارتقاء بالتعاون القائم وتعزيزه مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما يخدم مصالح الأمة العربية من جانبه أطلع رئيس البرلمان العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية على رؤية البرلمان العربي وخطط عمله وتحركاته المستقبلية من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة بشأن أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي خصوصا القضية الفلسطينية ومكافحة التطرف والإرهاب والتصدي للتهديدات الخارجية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي خدمة للمواطن العربي ودعم للعمل العربي المشترك